السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغل المروحة امام التكييف وما تشيلش هم فطورة الكهرباء تشغيل مروحة الهواء امام مكيف الهواء بيساعد في تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض قيمة فطورة الكهرباء الشهرية خاصة وان التكييف من اكثر الاجهزة اللي بتسبب ارتفاع في الفطورة وفيه خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند استخدام التكييف يجعل استهلاك الكهرباء اقل ويعطي كفاءة اعلى وهي واحد تشغيل مروحة الهواء بالغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن واستمرار تشغيلها امام التكييف يجعل استهلاك الكهرباء اقل اتنين تشغيل تكييف الهواء على درجة اربعة وعشرين بيساعد في تقليل استهلاك الكهرباء استمرار تشغيل المروحة امام التكييف بيساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف اربعة التأكد من غلق كامل النوافذ والابواب باحكام لعدم تسريب الهواء خمسة يجب ان تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة لوصول درجة التبريد المرادة في اسرع وقت باقل استهلاك للكهرباء شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته